بعض البرلمانيين اللي قاموا بتعيين 120 ألف موظف في وزارة الكهرباء الآن وزارة الكهرباء داخلها أكو تراهل وإحنا تعلمنا سابقاً علمونا الألمان أن الشخص العاطل عن العمل في مكان ما يلهي ستة من زملائه يعني العاطل مو بس هو عاطل وإحنا نتفعله الآن وزارة الكهرباء تحولت إلى مؤسسة رعاية اجتماعية روح انطيراته وخليه بعد بالبيت هذا مو شغل الكهرباء مؤسسة انتاجية اقتصادية تنتج وتبيع مو تنتج وتنطير واتب الآن المفروض الآن وزارة الكهرباء الحكومة الحقيقة مو الوزارة المفروض تسحب مئة ألف موظف من وزارة الكهرباء تحيينهم بمكانات أخرى تحولهم منتجين مو قاعدين عاطلين عن العمل لا تنظمهم بالشارع ولكن عندما ارتكب الخطأ تحت حجة انه ضغط وراح يحرقون المحطات وهذا إلى جانب أمن وجانب دولة مو على الكهرباء الكهرباء مو عايزة مشاكل ان تجي انت تحملها مشاكل البلد الأخرى اللي هي بوجود بطالة وجود عطالة ونحن مع الناس انه نشغلهم ولكن نشغلهم بشكل منتج ما يصير هذا الوضع انه نحتي بالنهار شكل وبالليل شكل هس خلينا احنا مدامنا بعدنا بالليل خلينا سوالفهم انت ايضا كنت وزير ببقتك انت ليش ما رشقت الوزارة في وقتك كم صارتك وتعيينات لا انا الوحيد وتقدر تدقق على هذا الموضوع منذ 2003 الى الان الوحيد الوزير الذي دخل برقم وخرج بنقص برقم الكهرباء 12000 انا كنت كل اربعة بطلون او ثلاثة ذكر انعين واحدهم مكانهم فكان بالنتيجة اكون نقص ليش لان الكهرباء الحقيقة تستطيع ان تعمل وبرشاقة وبكفاءة بخمسين الف وانا كان ببقت 86000 هسه 36000 تنجرع بس مو ضعفه نص ببقته ومع ذلك حاول ترجعهم 40000 ليش لادراكي ان العاطل ضرره مركب فلهذا كان العدد بالناقص دائما الشركة اللي يتقاعدون او يبطلون منها ثلاثة او اربعة ذكر الرقم لهم حق العينون واحد فلهذا كان ينقص واني الوحيد اللي نقص لا قبلي ولا بعدي طبعا انا ما لهم القبلي والبعدي حتى يكون منصف الضغط الشديد اللي تعرضت لي في وقتها انه لازم تعينون والسبب هو موضوع الانتخابات انه حتى ينتقبوا لازم يعين واني يعين عسى ما تخرب الامة يعني ايها قضية النفقات التشغيلية انه ليس في كل مكان الان بالموازن النفقات التشغيلية خلال الاشهر الثلاثة اللي مرت ارتفعت 11 تريليون دينار هاي مصيبة بصراحة يعني انت وبعدين اسآني النفقات التشغيلية لو الدولة تعين واحد وتشغل معمل وينتج ويطلع راتبة ما بيها ضيل ولكن انتشغل رعاية اجتماعية بس ياخذ راتب حتى يعيش هذا كفر كفر بالاقتصاد اشتركوا في القناة